وقد جسدت مملكة المحرين على مدى السنوات حرصها على تعزيز التعايش السلمي من خلال تبني العديد من المبادرات وتنظيم العديد من الفعاليات على المستوى المحلي والدولي وتأتي هذه الجهود بفضل رؤى وتوجهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي يدعم التعايش والسلام والمحبة فكرا ونهجا وممارسة بتجربة فريدة ومثل عليا شكلت مملكة البحرين منارة عالمية لتعزيز التعايش السلمي على مستوى العالم والبحرين لا تنقل للعالم قيما غريبة عنها بل تنقل الواقع المعاشى في التعايش والتقارب بين كافة الأديان والأعراق كان استقبال جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لرئيس وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية بمناسبة ختام مراسم إحياء ذكرى عاشراء مجسدا لمضامين خطابات جلالته في تعزيز التعايش السلمي إذ أعرب حفظه الله ورعاه عن الفخر بما تنعم به البحرين من حرية كبيرة على مستوى ممارسة الشعائر الدينية دون أي فرقة أو تمييز منوها بالخصوصية التي عرفها المجتمع البحريني منذ عقود طويلة وتعايشت عليها الأجيال ولعل من حسن الطالع أن يتزامن هذا مع تجشين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية هذه الجائزة التي تعكس رؤية جلالة الملك المعظم بضرورة أن يستقر حق الاختلاف في وجدان الناس كحق إنساني حضت عليه جميع الأديان والمواثق الدولية والغاية من إطلاق الجائزة هي إتاحة المجال للتنافس الدولي في كل ما يدعم التعايش والسلام والمحبة فكرا ونهجا وممارسة ويبقى المثال البحريني في تعزيز التعايش السلمي والمبادرات البحرينية في نبذ خطابات الكراهية والتطرف والحفاظ على خصوصية المجتمعات التعددية مؤكدا على الجهود التي من الممكن أن تبذلها الدول في هذا المجال وتأتي المبادرات البحرينية الدولية والجائزة والفعاليات التي تحتضنها مملكة البحرين مؤكدة على النهج القويم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والإرث التليد لمملكة البحرين عبر الشواهد التاريخية المشرقة اشتركوا في القناة